لم أغص في تفاصيل الأسواق لأنه الزميل هشام العياس معه كل التفاصيل اليوم هشام يعني هدأ الرالي طبع أغسطس رأينا تراجعات طفيفة الـ S&P كان لديه أفضل الشهور في أغسطس ولكن يبدو أنه سبتمبر سيبدأ على نوع من الحذر أو الهدوء ما قبل العاصفة يعني صباح النور بداية طبعا كما أشارتي هناك تقييمات قد تكون مبالغ فيها بالأمس كنا قد تحدثنا على أنه نحن نقترب من أعلى مستوى تقييم للـ S&P منذ العام 2000 وطبعا هناك علمات استفهام كبيرة لكن أغسطس بشكل عام كان مساره إيجابي للمؤشرات الأمريكية على العكس ربما الأسيوية وسأبدأ من الأسواق الأسيوية اليوم طبعا الأسواق الأسيوية تبدأ شهر سبتمبر أيلول على نطاق إيجابي على الأقل حتى الآن نرى الطبيكس يرتفع بحوالي 19 النقطة المئوية نتحدث عن مستويات تقرب أكثر من 1980 نقطة نيكي 225 أيضا والذي كان قد تمكن في الأسبوع الأخير من الارتفاع يضيف المزيد من المكاسب اليوم أكثر من 21 نقطة المئوية لتصل مكاسبه لهذا العام إلى أكثر من 4% بينما مؤشر الهانج سانج 16 نقطة المئوية مكاسبه لهذا اليوم بعد أن كان قد عانى من تقلبات كبيرة خلال الشهر الماضي ومؤشر شانزن أيضا يرتفع بأكثر من 1.34 نقطة المئوية كما نرى ليقترب أكثر من 4900 نقطة لكن بالعودة إلى وولستريت إغلاقات الأمس كما أشرت مرقب القليل كانت فيها لون أحمر خجول مقاررة طبعا بالارتفاعات القوية التي سبقت الناسدك 100 تراجع بأقل من نصف عشر النقطة المئوية الـ S&P حوالي عشر النقطة المئوية انخفاض ودى وتراجع بعشر النقطة المئوية لكن ماذا عن أداء الـ S&P خلال الشهر الماضي؟ مع نهاية التعاملاته طبعا لم يتأثر بثقة المستهلك الأمريكي التي سجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر كما نرى تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى مستويات دون الـ 114 نقطة الانخفاض جاء عند 11.3 وهو أكبر انخفاض لثقة المستهلك في ستة أشهر طبعا إذا ما استثنين أيضا التراجعات الحادة التي رأيناها خلال العام الماضي وتحديدا خلال الربع الأول مع تفشي جائحات كورونا هل أثرت ثقة المستهلك وتراجعها على أداء وولستريت بالعكس الـ S&P خلال الشهر الماضي؟ سجل مكاسب قوية وللشهر السابع على التوالي والدعم الرئيسي جاء من قطاعات المال قطاع الـ IT لكن الخاسر الأبرز الشهر الماضي كان قطاع الطاقة وهو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاض بـ 2.9% نرى مكاسب متتالية لسبعة أشهر تقربه ربما من أعلى فترة مكاسب كانت قد سجلت بين العام 2016 والعام 2017 هذا بالنسبة لمؤشر الـ S&P بالانتقال إلى أوروبا أيضا مؤشر ستوكس يوروب 600 يسجل ارتفاع بـ 2% خلال أغسطس أيضا وللشهر السابع على التوالي وهذه أطول سلسلة مكاسب لهذا المؤشر منذ العام 2013 إذن في أوروبا نرى أداء إيجابي على الرغم من المخاوف من متحور دلتا والحديث أيضا عن تخفيف التحفيزات الاقتصادية على الأقل هذا ما يقال للمرحلة القادمة لكن يبقى الرهان الأكبر في أوروبا على استمرار نمو أعمال الشركات طبعا والتوقعات الإيجابية بالنمو الاقتصادي للمرحلة القادمة من الأسواق الأوروبية سنقبل هذه الجولة لكن في مقارنة ما بين الـ S&P Stocks Europe 600 ومؤشر مورغانستان للأسواق الأسيوية كما نرى هناك التجاهل واضح من الأسهم الأوروبية والأمريكية لكل ما حدث في الصين على الأقل في الأشهر القليلة الماضية إذن ارتفاع للـ S&P خلال أغسطس ارتفاع أيضا لـ Eurostox لأن إذا ما أشرنا إلى الأداء على مدار عام الـ S&P خلال عام سجل مكاسب بـ 29% أو أكثر بقليل Eurostox ارتفع بـ 28.5% بينما مؤشر مورغانستان للأسواق الأسيوية كانت مكاسبه بحدود الـ 16% بانتظار طبعا المزيد من التطورات على الأقل فيما يخص الصين والحملة المتنقلة والمستمرة ما بين القطاعات المختلفة أما بالنسبة لأسعار النفط والتي تترقب اليوم طبعا اجتماع OPEC Plus حتى الآن بعد تراجع الـ WTI خلال الشهر الماضي سنرى ذلك بعد قليل مكاسب طبعا الأسبوع الماضي في الـ WTI نتيجة الإعصار في الولايات المتحدة خفف قليلا من حد التراجعات نبدأ هذا الشهر بمكاسب 16 مقتل مئوية لبراند حتى الآن الـ WTI والذي اقترب من مستوى دعم أساسي له عند المتوسط المتحرك لمئة يوم والذي يقف عنده 68 دولار و30 سنت عاد من جديد اليوم فوق مستوى أو عنده 69 دولار الآن إذن بمكاسب حوالي 17 النقطة المئوية لكن الشهر الماضي حمل معه انخفاضات قوية للـ WTI نتحدث عن 37 النقطة المئوية وهذا أسوأ أداء شهري للخام الأمريكي الخفيف منذ شهر أكتوبر الماضي إذن كما نرى شهر أغسطس لم يكن إيجابي وبطبيعة الحال هذا انعكس على أسهم قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كما أشارت كان هذا القطاع الخاسر الوحيد مقارنة بـ 11 قطاع يمثلون الـ S&P 500 إذن هذا بالنسبة لأبرز الأرقام التي سجلت خلال الشهر الماضي وأيضا مع انطلاق التعاملات هذا الشهر نعود إليك نور للمتابعة المزيد من التطورات طبعا فيه عرضتها الآن أنا حبيت التشارت الذي يقارن الـ S&P وستوكس يورو 600 ومسي آي أجيا باسفك أنا كنت مفكرة أنه الـ S&P متخطي كثير اليورو ستوكس 600 ولكن يبدو أن الأسهم الأوروبية سجلت زخم في هذا الشهر هو أيضا ما نراه نعكس أصلا على أعمال الشركات وحتى على أرقام التضخم بالمجمل يبدو أن شهر أغسطس كان إيجابيا بالنسبة لأوروبا وهي التي كانت متأخرة عن باقي الأسواق في مرحلة التعافي ولكن يبدو أنه لحقت بباقي الأسواق وسنرى الآن كيف بدت أرقام التضخم في أوروبا أشكرك جزيلا شكر هشام على كل هذا الشرح التفصيلي والمهم اليوم شكرا نور